ما هو تفسير رؤية آية الكرسي في المنام؟ قراءة آية الكرسي للنبلسي تدل في المنام على حفظ وذكاء من قرأها وابن شاهين فسر حلم رؤية قراءة آية الكرسي وقال قال ابن سيرين من قرأها على الأفراد خاصة يكون آمنا من الآفات ويحصل مراده وقيل إن كان مريدا شفاه الله وقيل يحصل له قدر وجاه وحرم ومن رأى أنه قرأ سورة البقرة في المنام أو شيئا منها أو تليت عليه قال نافع ابن كثير يرزق علما وعمرا طويلا وصلاحا في دينه ونجاة في ولده ووافقه الكسائي على ذلك وقالت عائشة رضي الله عنها من تلاها في منامه أو بعضها انتقل من موضع إلى موضع ويكون حظه في الموضع الذي ينتقل إليه وقال ابن فضال رحمه الله تعالى انتلاها في النوم إن كان قاضيا قربت مدته وإن كان عالما طال عمره وحسنت حالته وقال بعض العلماء من قرأ سورة البقرة فإنه يكون جامعا للدين مسارعا إلى كل ثواب ويكون طويل العمر قليل الشر صابرا على الأذى فإن قرأ منها آية الكرسي في المنام دل على حفظه وذكائه وقراءة سورة البقرة ميرات يقع فيه خصام يكون من ابن أو عم أطرم